اكتشف حقيقة زواج الملكة حبشستوت والنبي سليمان بين الأسطير والروايات الدينية الملكة حبشستوت هي شخصية تاريخية مشهورة ومعروفة أيضا باسم الملكة شبه الثالثة أو ملكة سبه وهي شخصية ذكرت في العديد من النصوص القديمة والديانات المختلفة بما في ذلك الكتاب المقدس والقرآن الكريم تشير الأسطير والروايات التقليدية إلى أن الملكة حشستوت كانت حاكمة لمملكة سبأ في الجزء الجنوبي الغربي من الجزيرة العربية ويقال إنها زارت الملكة سليمان في العصور القديمة يتميز زيارتها بتبادل الهدايا والحيا والحكمة والمحادثات بينهما تعتبر قصة الملكة حشستوت موضوعا للعديد من القصص والأسطير وهي تحمل أهمية كبيرة في التراث والثقافة اليهودية والإسلامية والإثيوبية والإثنية اليمنية هناك العديد من القصص التقليدية التي تروي علاقة حب تطورت بين الملكة حشستوت والملك سليمان تعتبر قصة حشستوت وسليمان واحدة من القصص التقليدية والأسطورية التي تروج في العديد من الثقافات الشرقية والإسلامية هذه القصة تجمع بين الحكمة والجمال والحب وقد تم تناولها في العديد من الأعمال الأدبية والشعرية والفنية عبر العصور القصة تتعلق بالملك سليمان سليمان أبي داود عليهما السلام النبي والملك الذي ذكر في العديد من الكتب الدينية والملكة حشستوت تتناول للقصة كيف قام الملك سليمان بإرسال رسالة إلى للملكة حشستوت دعاها فيها للإسلام وللزواج منه استجابت الملكة حشستوت للدعوة وأتت إلى مملكة سليمان عندما وصلت حشستوت إلى مملكة سليمان والتقت به للمرة الأول أعجبت بحكمته وجماله وكرمه تطورت علاقة حب قوية بينهما تقول للقصص التقليدية أن سليمان عرض على حشستوت أن تعبد بالله الواحد وتتخلى عن صنامها قبلت حشستوت بسرعة هذا العرض وأصبحت مسلمة ثم تم الزواج بينهما وعاش حياة سعيدة معا وأنجب أبناء يجدر بالذكر أن هذه القصة تعتبر أسطورية وتقليدية وليست هناك دلائل تاريخية قوية تثبت وقوع هذه الأحداث بالفعل ومع ذلك فإنها تظل جزءا من التراث الشعبي والأدبي للعديد من الثقافات وتعبيرا عن مفهوم الحب والحكمة في القصص التقليدية مملكة سبا كانت تقع في جنوب غرب الجزيرة العربية حيث تشمل أجزاء من اليمن الحالي ومناطق من عمان والحجاز أهمية الموقع ميزة مملكة سبا الجغرافية كانت حيوية للغاية كانت تقع على طرق التجارة القديمة التي ربطت العالم العربية بمناطق مثل مصر وبلاد ما بين النهرين وشبه الجزيرة الهندية هذا جعلها مركزا تجاريا مهما ثروات سبا كانت مملكة سبا مشهورة بثرواتها بما في ذلك العبير والبخور والذهب واللآلئ كانت مملكة سبا معروفة بتجارتها الدولية وكان لديها علاقات تجارية مع مناطق بعيدة مثل مصر والهند الزيارة إلى الملك سليمان وفقا للأساطير والروايات التقليدية زارت الملكة حتشستوت الملك سليمان في إسرائيل وأثنت على حكمته في الثقافة الإثيوبية تعتقد للملكة حتشستوت كانت جزءا من أصول الإمبراطورية الإثيوبية ومن أسلاف الملوك وتعتبر للملكة حتشستوت رمزا للحكمة والقوة والثقافة في العديد من الثقافات ولا تزال قصصها مصدر إلهام للأدب والفنون حتى اليوم كان للمملكة نظام لغوي متطور وكتابة خاصة بها تسمى المسند والتي استخدمها سكان سبا للتواصل وتسجيل المعلومات يعتقد أن لهجة الملكة حتشستوت كانت تشبه اللغة الحباشية القديمة كانت الديانة في مملكة سبا تشمل عبادة الآلهة والأصنام وتميزت بتقوص دينية خاصة بها القصص الإسلامية في الإسلام ذكرت الملكة حتشستوت في القرآن الكريم في سورة النمل سورة 27 كامرأة ذكية وحكيمة في الكتاب المقدس يذكر اسم الملكة حتشستوت في الكتاب المقدس بما في ذلك كتب الملوك الأول والثاني وكتاب الأخبار الرمزية الدينية في بعض الحالات يعتبر وجود الملكة حتشستوت في القصص والروايات رمزا للروحانية والدينية يظهر تأثيرها على التفكير الديني والروحي في الثقافات المختلفة الملكة حتشستوت تمثل أكثر من مجرد شخصية تاريخية إنها رمز للقوة والحكمة والإلهام الثقافي وقصصها تستمر في تحفيز الإبداع الثقافي والفني في مختلف أنحاء العالم تمثيل الملكة حتشستوت غالبا في الفنون البصرية يتنوع من لوحات فنية إلى تماثيل نصفية ومنحوتات تعكس هذه الأعمال التأثيرها على الثقافة البصرية والفنون التصويرية في العديد من القصص والأسطير تصور الملكة حتشستوت كامرأة ذكية وحكيمة إن قرارها بزيارة الملك سليمان والمحادثات العقلانية بينهما تظهرها بصفتها رمزا للحكمة والقوة النسائية تسلط شخصية الملكة حتشستوت الضوء على دور النساء في التاريخ وكيف يمكن للنساء أن يكون قوة مؤثرة في العالم القديم والحديث في الختام بعدما استكشفنا سويا حقيقة زواج الملكة حتشستوت والنبي سليمان يظل لدينا دائما القدرة على الاستمتاع بالأسطير والقصص التي تغذي تاريخنا وثقافتنا هذه القصة تجسد للحب والحكمة والجمال وتذكير لنا بأن الرومانسية والدين يمكن أن تطلاق في عالم الأسطير والأديان إذا كان هناك شيء يمكننا أن نستخلصه من هذه القصة فهو أهمية فهم السياق التاريخي والثقافي لهذه الأسطير وأن نتذكر دائما أنها قد تكون مجرد رموز أو تصوير لقيم أو معاني معينة في نهاية المطاف ما يهم هو ما نستفيده من هذه القصص وكيف يمكننا تطبيق الدروس والقيم التي تحملها على حياتنا اليومية إذا كان لديكم مزيد من الأسئلة أو ترغبون في استكشاف مزيد من الأسطير والقصص فلا تترددوا في الاستمرار في البحث والتعلم ولا تنسوا مشاركة ما تعلمتمه مع الآخرين فالمعرفة تزيد بالمشاركة والتبادل شكرا لمتابعتكم ونتمنى لكم رحلة ممتعة ومفيدة في استكشاف القصص والحكايات من مضينا الثقافي والديني أرجو أن لا تترددوا في الاشتراك في القناة مع خالص شكري وتقديري